السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو انت مهتم تعرف ايه الاكلات والمكملات الجزائية والمشروبات اللي هتقوي منعتك يبقى الحلقة دي هتفيدك جدا انت دلوقتي بتتفرج معنا على برنامج مداية جديدة مع دكتورة ريحاب الشنوي اهلا بكم نبدأ مع بعض دلوقتي اول جزء من حلقتنا وايه هي الاكلات اللي لما ندخلها بشكل يومي في حياتنا وحياة اولادنا تفرق معنا في مناعات هنتكلم مع بعض على خمس اكلات اول حاجة الشوكولاتة الغمقى الشوكولاتة الغمقى جماعة مفيدة جدا الشوكولاتة الغمقى مضاد اكسادا قوي ومكوي للمناعة كمان فيها مادة التريبتوفان المادة دي بتقلل الضغط العصبي وبتخلينا هادين ده بينعكس على طبعا ان احنا بنحافظ على نسبة الكورتزول في الدم فبالتالي بتقوي المناعة ما يكونش فيها سكر وتبقى من 30 ل40 جرام تاني حاجة هنتكلم عليها المكسرات المكسرات مفيدة جدا لنا ولولادنا المكسرات مضادة اكسادا قوي جدا كمان فيها مادة القومجة سري المكسرات هنتكلم على نوعين مهمين اول حاجة عين الجمل طبعا عارفين كلنا شكل عين الجمل ده بيقول قد ايه مدى اهميتها شكل المخ العين الجمل فيها الماغنيسيوم وفيها البوتاسيوم وفيها الزينك والسيلينيوم معظم الدكاترة ريكمندت ان احنا ناخد زينك وناخد السيلينيوم السيلينيوم مهم جدا كمضاد اكسادا قوي جدا ربنا خلق جوانا حاجة اسمها جلوتاسيوم بيركسيديز انزاين ده مضاد اكسادا طبيعي وظيفته انه هو بيحمي الخلية بتاعتنا من حاجة اسمها فريراتيكل شوارد حرة بتبدأ تهاجم الخلية فنبص الخلية بتاعتنا تعجز بسرعة ندخل في امراض بسرعة اللي بيخال الجلوتاسيوم يشتغل اللي ربنا خلقه السيلينيوم عشان كده مهم جدا ان احنا ندخل المضادات الاكسادا يوميا في حياتنا تاني حاجة هنتكلم عليها من مكسرات اللوز قلنا الحلقة اللي فاتت اللوز المايكروبيوم بيحبه فبالتالي بيحسن الهضم فبالتالي بيقوي المناعة اللوز بيحتوي على الكلسام والبوتاسيوم والماغنسيوم احتياجنا اليوم المكسرات قد اين كل يوم في قبضة ايدك شوية مكسرات ونحاول يا جماعة ان احنا نحطها في الميزانية بتاعتنا كل شهر 300-400 جنيه مكسرات او من 300-500 جنيه هتفرق معنا كتير تالت حاجة نتكلم عليها التوم وكلنا عارفين اهمية التوم بس قبل ما نتكلم عن اهمية التوم لازم نقول من الناس اللي متاخدش التوم او متاخدش الجرعة اللي احنا نقول عليها النهاردة رقم واحد مريض السكر الحوامل الاطفال الناس اللي عندها مشاكل في المعدة او الجهاز الهضم الناس اللي عندها نخفاض في ضغط الدم كل الناس دي متاخدش الجرعة اللي احنا هنقول عليها طبعا كل التوم بيحتوي على مادة الالسين مقوي جدا للمناعة كمان مضاد للفيروسات التوم فص توم يوميا هيقينا من نزلات البرد وهي قوي منعتنا ومهم جدا بس التوم مش من خلال الاكل عشان الاكل مش هناخد فايدته للمناعة التوم يعني ندوس عليها كده فص التوم بحيث نطلع الانزيم عشان نقدر نستفيد بيه كان هو يشتغل كمكول المناعة رابع حاجة وسبحان الله عمرو كنت ادخلنا ممكن اتكلم عليها النهاردة ابو يا ربنا نديله الصحة كان دايما يقول لنا زيت حبة البركة ياوليد زيت حبة البركة احنا كناش من نسمع الكلام زيت حبة البركة مهم جدا زيت حبة البركة ندخلو لولادنا ازيه او احنا ناخده ازيه عشان طعمه شوية لو طعمه شوية صعب نجيب زبادي نحط عليها فاكهة مثلا توت فراولة كيوي لقدر لهم الفاكهة ومعلقة عسل نحل ونحط معلقة زغيرة زيت حبة البركة عشان ما يحسوش بتعمها بس مهم هتفرق معنا كتير اخر حاجة هنتكلم عليها وهي طبق الصلطة ما ينفعش ان احنا ما نتكلمش عن طبق الصلطة مهم جدا حطوه كل يوم لأولادكو في الاكل الطبق مع الاكل طبق الصلطة طبعا حطوا كل الخضار اللي ممكن تتخيلوه يعني حطولهم بقدونس جرجير خص فلفل خيار طوم بصل قطرولهم الخضار الالياف دي كلها بتقعد فترة كبيرة في الجسم فما بتتهضمش بسرعة فبتديهم احساس كبير بالشبع وهنقلل بعد كده هنعرف هنقللهم وجبات ايه بحيث ان هم هنحافظ على وزنهم وعلى صحتهم فطبق الصلطة مهم جدا نقطة مهمة طالما تكلمنا على الخضار واحنا بنطبخ الخضار طبعا في طريق طهي معينة ممكن تخلي الخضار يتكسر والالياف دي تتحول لسكر فبدا ما ناخد الفيتامينات والمعادة الموجودة في الخضار هناخده سكر مثلا كلنا بنحب الملخية فما نغلهاش كتير عن نار وكمان ما ناكلهاش تاني يوم يعني ناكلها طازة احسن في يومها كده احنا خلصنا الاكلات اللي بتقوي المناعة هندخل مع بعض دلوقتي على تاني حاجة وايه هي المشروبات اللي هتقوي منعتنا المشروبات اللي هتقوي منعتنا هنتكلم مع بعض على ثلاث حاجات اول حاجة الجنزبيل كلنا عارفين فايدة الجنزبيل الجنزبيل بيعلي درجة حرارة الجسم فبيموت الفيروسين تاني حاجة الكركم الكركم مضد التهابات قوي جدا ومضد بكتيريا ومضد فيروسين بس عشان نستخدم الكركم وممتصه جسمك يستفيد به خط عليه شوية فلفل صغيرين عشان يمتص الكركم لوحده ما بيمتصش فممكن نعمل كمان نحط مشروب جنزبيل مع كركم مع لمون في فيتامين سي بس اللمون لو احنا عملنا مشروب زي ده ما يتحطش على مية سخنة لان المية السخنة بتكسر الفيتامين سي المعلومة دي مهمة جدا لازم ناخد بنا منه تالت مشروب هو الشاي اللغدر الشاي اللغدر مضد اكسادة قوي جدا الشاي اللغدر مهم جدا كمان ان هو بيساعد على عملية الحرق خلوا الشاي اللغدر كل يوم موجود معنا من ثلاث لاربع مرات وعشان نستخدمه صح الشاي اللغدر من نحطهش بالباكت نشيل الباكت ونحط الشاي اللغدر في الكباية والمية ما تكونش مغلية تكون مية سخنة ونغطي الكباية شوية بعد كده نشرب كباية الشاي اللغدر مفيد جدا في اللي صينين بيزود كمان خلايا اللي هي اسمها تيسل اللي هي بتزود المناعة فيفرق معنا جدا الشاي اللغدر هندخل بقى دلوقتي مع بعض على اخر حاجة في حلقتنا وايه هي المكملات الغذائية اللي لما ناخدها هتفرق معنا في المناعة اخر جزء في حلقتنا هنتكلم على المكملات المهمة عشان تقوي مناعتنا هنتكلم على 4 حاجات اللي 4 حاجات دول مهمة جدا اللي احنا ناخدهم اللي مش هيقدر يشتريها هقولك حالا هتلاقيها موجودة فين في اكلنا عشان تاخدها بشكل يومي رقم واحد الزنك الزنك مهم جدا زي ما احنا متفقين الزنك هنلاقيه فين في اللحوم الحمرة في المكسرات وفي السوكولاتة الغمقى وموجود في البيت تاني حاجة هنتكلم على الفيتامين سي موجود فين وبجرعات عالية الاول موجود في الكريز موجود في التوت الجوافة الكيوي نسبة عالية جدا من الفيتامين سي الفراولة يجي في الاخر البورتقان واللمون رقم 3 الماغنيسيوم الماغنيسيوم مهم جدا بيدخل في اكتر من 300 عملية حيوية لو انت عندك امساك تدور على الماغنيسيوم لو عندك قرق في النوم وبتعرفش تنام تدور على الماغنيسيوم لو عندك ماص الكرامب او شد في العضل يعني معظم ده كترة في الحالات اللي فيها مشكلة في الشد العضل بيستخدموا الماغنيسيوم الماغنيسيوم بيعمل على استرخاء العضلات موجود فين الماغنيسيوم الماغنيسيوم موجود في المكسرات موجود في الموز موجود في الشفان الماغنيسيوم موجود في العكس موجود في الحمص كل دي مصادر غنية بالمغنيسيا تالت حاجة رابع حاجة هنتكلم عليها وهي الفيتامين دي لو انت عندك نقص في الفيتامين دي منعتك بايزة الفيتامين دي بنسميه بري هرمون بيدخل في تركيب كل حاجة فالفيتامين دي مهم جدا ناخد الفيتامين دي في أكلنا فيه موجود في المنتجية الحيوانية الدهنة يعني الزبدة فيها فيتامين دي حلو وصفار البيت لو انت بتاخده كمكمل نصيحة هو فات سولوبل الدكاترة عارفين ان انا بقوله ده فيه فيتامينات اللي هي كي والإي والدي والإي دي بتدوف في الدهون فعشان يمتص بسرعة وتساعده على الامتصاص وانت بتاخد الفيتامين دي اخد معاها اي حاجة دي هنا زيت جوست الهند زيت ساتون اي حاجة تساعده ان الفيتامين دي يمتص بسرعة كده احنا خلصنا حلقتنا يارب الحلقة تكون مفيدة ليكم واكون قدرت ان انا قفتكم لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك وشير وكمان مستنية تعليقاتكم باكتراحاتكم في الحلقة الجاية وإيه المواضيع اللي انتو عايزين ان انا اكلمكم فيها من الحلقة الجاية وكل سنة وانتو طيبين ويا رب رمضان يكون خير علينا كده رب بأمر الله وان شاء الله نتقابل الحلقة الجاية وسلام عليكم